اقتحامات جديدة للمصارف اللبنانية هذه المرة بطلتها أحد النواب الجدد اذ طالبت إحدى سيدات التشريع بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية لا تغطيها شركة التأمين كامل نفقاتها ونجحت بحصولها على ثمانية آلاف دولار وتجمع أشخاص عدة أمام مصارف في منطقة أنتلياس شمال بيروت لتضامن مع النائب بعد دخولها للمصرف هذه الحادثة تزامنت مع اقتحام متقاعد من السلك الأمني لبنك آخر مطالبا باسترداد أمواله العالقة هذان الحادثان يندرجان ضمن سلسلة اقتحامات للمصارف للمطالبة بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة